بحضور ورعاية سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولوبية البحرانية فتتح سموه فعليات المؤتمر العلمي العربي الدولي الأول الرياضة العربية بين الواقع والطموح والذي تنظمه الجمعية البحرانية للرواد الرياضيين كما شهد حفل الإفتاح سعادة الدكتور رمزان بن عبدالل نعامي وزير شؤون الإعلام وسعادة السيد صالح بن عيسى بن هندي الملناعي مستشار جلالة الملك لشؤون الشباب والرياضة رئيس الجمعية البحرانية للرواد البحرانية ودكتور محمد بن سلمان الرويشد رئيس الاتحاد العربي لرواد الرياضة وعدد من المسؤولين بهذه المناسبة أكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة أن تنظيم المملكة للمؤتمر يجسد الرعاية الفائقة التي يحضر بها القطعان الشبابي والرياضي في المملكة من لدني حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعا والمساندة الدائمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وجعل مملكة البحرين واحة للتجمعات العربية التي تتماشى مع الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030 أوضح سموه أن الاهتمام الذي وليه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب يعطي الجميع حافزا لجعل المملكة أيقونة وقبلة لكافة الاستضافات المثالية وهو ما يزيد من خبرات الكفاءات البحرينية التي تؤكد دائما بأنها أهلا للمسؤولية بعد أن سجلت البحرين محطات رائدة في استضافة الفعالية الكبرى وإخراجها بأبهى صورة تنظيمية قال سموه لا شك أن المؤتمر العربي الرياضة العربية الواقع والطموح سيحمل في طياته العديد من الجوانب العلمية والعملية التي تشهدها الرياضة العربية ومدى تطورها إضافة إلى تسليط الضوء على أبرز المحطات الرائدة التي سجلتها الرياضة العربية في البطولات العالمية شهد سموه بالجهود الكبيرة التي تبدلها الجمعية البحريني للرواد الرياضيين برئاسة السيد صالح بن عيسى بن هند الملناعي مستشار جلالة الملك للشؤون الشباب والرياضة وعضاء مجلس الإدارة في تنظيم هذا التجمع العربي الكبير الذي سيكون فرصة حقيقية لعرض المحطات والمنجزات والإنجازات التي سجلتها المملكة في عهد جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعا ونتمنى لكافة المشاركين التوفيق والنجاح هذا وقد ألقى سعادة السيد صالح بن عيسى بن هند الملناعي كلمة ثمن فيها رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة للمؤتمر ومضيفا أن المملكة البحرين قد سجلت العديد من المنجزات والإنجازات للقطعين الشبابي والرياضي بفضل الدعم والرعاية التي يحطى به هذا الجانب من لدني حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم الرياضية الأول في المملكة والداعم للحركة الرياضية والاهتمام الذي تقدمه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأضاف نعتز ونفتخر بما تحضر به الرياضة البحرينية من اهتمام ومتابعة ودعم من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب وتسلم سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة هدية تذكارية من الجمعية البحرينية للرواد البحرينية قدمها سعادة السيد صالح بن عيسى بن هندي المناعي وتفضل سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بتكريم قدام الرياضيين من مملكة البحرين والرعاة وشركاء النجاح للمؤتمر كما شهد حفل الافتتاح كلمة لدكتور محمد بن سليمان رويشد رئيس الاتحاد العربي لرواد الرياضة أشهد فيها برعاية سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة للمؤتمر ومشيرا إلى أن هذا المؤتمر سيثري الحركتين الرياضية والشبابية في الوطن العربي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة